اهلا بكم الى نشرة مفصلة من الانباء نبدأها بالعناوين قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات جنوب بيت لحم وجنين وثلوان والفلسطينيون يتصدون لاقتحام مستوطنين قرية جنوب نابلوس الالام الاسرائيلي يتحدث عن تفكك وتبخر الحلف الاسرائيلي الخليجي ضد ايران ويتهم ادارة بايدن بتقويده الرئيس البيلاروسي يتهم واشنطن بمحاولة اشعال حرب لاستعادة الهيمنة على المنطقة وستولتنبرج يعلن سعداد الناتو لدعم بولندا اذا لزم الامر رقم قياسي تسجله المانيا ستة وسبعون الف اصابة بكورونا في اربع وعشرين ساعة وتحذير من سلالة جديدة تحتوي ضعف عدد التحورات في سلالة دلتا مادورو يشارك في هافانا في تدشين مركز فيدال كاستروروز تكريم الازعيم الثورة الكوبية في الذكرى الخامسة لرحيله مدينة الاقصر في ثوبها الجديد عنوان احتفالية في مصر لافتتاح ممر اثري عمره اكثر من ثلاثة الاف عام اهلا بكم تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقد شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة شملت اسرى محررين ولسيما من بلدة كفر اللبد شرقيت الكرم اضافة الى جنوب بيت لحم وبلدة يعبد جنوب جنين وقد اصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المططي خلال التصدي لاقتحام عشرات المستوطنين جنوب نابلوس على خط اخر اقتحمت اجهزة امنية فلسطينية حفل استقبال الاسير المحرر عزم بني عودة في طمون بقضاء طباص شمال الضفة الغربية كما اقتحمت ايضا حفل استقبال الاسير المحرر عبد الكريم ابو زر في زوات غرب نابلوس قبل وصوله وطلبت وقف الحفل بحجة عدم الحصول على ترخيص بحسب ما افادت به مواقع اعلامية فلسطينية وكانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين قد اكدت ان اجهزة امن السلطة الفلسطينية اختطفت مجموعة من الاسرى المحررين من ابناء حركة الجهاد والناشطين الميدانيين من مدينة جينين ومخيمها بطريقة يراد منها خدمة الاحتلال الحركة طالبت السلطة بكفيادها عن ملاحقة الاسرى المحررين والناشطين وبالالتفات الى ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءات ودعت العقلاء من كل القوى الى ان يقولوا كلمتهم حفاظا على العلاقات الوطنية ووحدة الصف مشددة على ان كل ما يمارس بحق ابناء الحركة لن يحرف البوصلة عن ممارسة الحق في المقاومة وخلال مشاركة له عبر قناة الميادين استنكر الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في الضفة طارق عز الدين الحملة الشارسة التي تشنها اجهزة امن السلطة الفلسطينية من خلال ملاحقة كوادر المقاومة الذين يتصدون للاحتلال واصفا الامر بالمحزن منذ فترة واجهزة السلطة تحاول وتلمح وتصرح ايضا عبر اعلامها انها تكون بحملة اعتقالات ضد نشطاء واثرى محرارون في الضفة الغضية وتحديدا في مدينة جنينو مخيمها هذا المخيم الذي كان عصيا على قوات الاحتلال الذي لا يستطيع ان يدخل ويخرج براحته وللأسف تكون الاجهزة الامنية بملاحقة الكوادر والنشطاء الذين يدعمون القضايا الاسرى ويدعون قضايا الشعب الفلسطين وتصدون لقوات الاحتلال ما يجري الآن هو والأسف استكمال لما تكون بها جهة السلطة من التنزيق الامني وهذا امر محزن ان تكون الاجهزة بدور قوات الاحتلال حفلت مسيرة الامن العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة بالعديد من الانجازات في القيادة والميدان مؤسس اول جناح عسكري في الحركة والقائد المتمرد والعنيد في مواجهة الاحتلال حفر اسمه لدى الفلسطينيين الخصوم منهم قبل الحلفاء تقرير احمد غانم ونحن بمقاومتنا نقاتل الذين يقتلوننا كل يوم ويحتلون ارضنا المتمرد المقاتل والصارم هي بعض من صفات يعرفه بها العالم واهل غزة التي ينحدر منها الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة الرجل العسكري الصلب الذي اسس اول جناح عسكري للحركة في ثمانينيات القرن الماضي النخال الذي قاد الحركة خلفا للقائد الراحل رمضان عبدالله شلح حفر اسمه لدى الفلسطينيين في الداخل بمواقفه الواضحة والصريحة والبعيدة عن المجاملة والديبلوماسية ولسيما في ملف العلاقات الداخلية مع الفصائل والسلطة الفلسطينية ولعل صراحته هذه جعلت منه محط احترام من قبل الجميع وحتى من خصومه السياسيين وحينها تعلق الامر بالعلاقة مع اسرائيل فمبادئ الرجل في هذا السياق واضحة ولا تتجزى وتحسب لها اسرائيل الف حساب كيف لا وهو صاحب التهديدات المعروفة والوعود الصادقة ففي عهده ضربت تل ابيب مرات عديدة ما زال الرجل الذي يصفه البعض بالعنيد متمسكا بنهج الثائر للديبلوماسي حينها تعلق الامر بالثوابت وقضية فلسطين هو الصادق كما يصفه البعض فهو ينفذ اكثر مما يتحدث مقاوم اكثر من كونه سياسيا شعبويا يدغضغ المشاعر بخطاباته علاقة الرجل بمحور المقاومة ورموزها وإيمانه بشراكة الدم والمصير جعلته اكثر سرامة والتصاقا بهذا المحور بعدما ثبتت صحة خياراته ولسيما مع تفشي ظاهرة التطبيع وتساقط الانظمة في وحل التسوية والتزام شركائه بنهج دعم المقاومة وقدراتها معنويا وعسكريا ما جعل البعض يرا فيه قائدا وفيا ومخلصا لوطنه وقضيته متمسكون بطريق ذات الشوكة لا تخفى عن النخالة ملامخ الوقار والهدوء غير أن التواضع سمة متأصلة فيه ولسيما أنه عاش تجارب متعددة سقلت شخصيته بدأا بالسجون مرورا بالإبعاد ووصولا إلى تدرجه في مراكز قيادية مختلفة شخصيته المميزة جعلت منه محط اهتمام أجهزة الأمن الإسرائيلية التي رسمت ملامحه الشخصية بمجرد إعلانه أمينا عاما للحركة إذ وصفه جهاز الأمن العام بأنه عبقري حد الجنون وأكثر تطرفا من سلفه أحمد غانم غزة الميادين تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية يكشف عن حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني من جراء إجراءات الحصار وأغلاق المناطق وتقطيع الأوصال فيما بينها من جنيف موسى عاصي 58 مليار دولار هي خسائر الاقتصاد الفلسطيني بين عامي 2000 و2019 ولا تشمل هذه الخسائر تكاليف الحروب المتكررة والدمار وصرقة الثروات الفلسطينية بل هي فقط خسائر نتيجة عن تبعات الحصار على غزة وإغلاق المناطق وتقطيع أوصال المدن والقرى في الضفة الغربية وقطع التواصل مع القدس الشرقية هذه الخسائر بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية أنكتاد تعادل ثلاثة أضعاف ونصفا من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2019 يجب ولا بد من إعادة ربط وتواصل الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية بما في ذلك كل مدن وقطاعات وقرى الضفة الغربية بما في ذلك التواصل مع غزة والضفة الغربية إذا هذا حدث نحن نتكلم عن إمكانية قيام دولة وإمكانية أن يكون هناك اقتصاد حيوي لدولة فلسطينية تفعيل القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والتعدين في منطقة جيم التي تنتد على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية لن يتحقق في ظل الإجراءات الإسرائيلية إن الأدوات الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون لمعالجة الفقر هي خلق فرص عمل دائم ولائق ودعم الأعمال التجارية الصغيرة ووضع سياسات صناعية مستدامة وهي كلها مقيدة بشكل كبير من جراء الاحتلال الذي يجعل معالجة التحديات التي تواجهها السلطات الفلسطينية هي الأصعب ويشير التقرير إلى أن عدم قدرة الاقتصاد المحلي في الضفة الغربية على خلق فرص عمل يجبر العديد من الفلسطينيين على البحث عن عمل في إسرائيل ومستوطناتها رفع جميع القيور المفروضة على الأراضي المحتلة وإعادة ربط القدس الشرقية وجميع مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة هو الشرط الأول لترشيد التنمية الفلسطينية على ذلك فأن مسارات الفقر والبطالة ستتواصل ارتفاعها عاما بعد عام موسى عاس جناف الميادين أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية بعد توقف الدعم الدولي لها واقتطاع إسرائيل مبالغ طائلة من مستحقات الجمارك التي تجبيها لمصلحة السلطان السرين سلمي والتفاصيل من خمسة إلى ستة مليارات دولار وصلت مديونية السلطة الفلسطينية جزء منها دين مستحق للبنوك والجزء الآخر دين مستحق للمتعاقدين مع السلطة كالمستشفيات وشركات الأدوية وهيئة التقاعد ديون لا تملك الحكومة الفلسطينية اليوم القدرة على سدادها بعد وصول أزمتها المالية إلى مرحلة خانقة هذه الأزمة بدأت مع توقف الدعم الأمريكي للحكومة الفلسطينية وأيضا الدعم العربي إلى خزينة الحكومة الفلسطينية أيضا توقف خلال السنوات الماضية وأيضا في العام 2021 توقف الدعم الأوروبي لأسباب فنية السلطة الفلسطينية وبعد اجتماعها مع الدول المانحة في أوسلو الأسبوع الماضي طالبت بإعادة الدعم الأوروبي وطرحت عدة خيارات للخروج من أزمتها منها إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل هناك العديد من الملفات إذا تم تسويتها بالإمكان إغلاق العجز بشكل تام في الموازنة الفلسطينية وأي مساعدات خارجية تذهب لمشاريع استثمارية لمشاريع تنموية وليس للنفقات الجارية إسرائيل بحسب اتفاق باريس الاقتصادي تجبي عائدات مقاصة لصالح السلطة مقابل ثلاثة في المئة من تلك العائدات لتصل قيمتها إلى سبعين مليون دولار سنويا يضاف إليها ما تقططعه إسرائيل من جانب واحد بدل خدمات تقدمها للسلطة ويعتقد الفلسطينيون أنها أعلى مما هو مستحق نتحدث عن زيادة كما تقول الحكومة الفلسطينية حوالي 20% في اقتطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الطبية هي تتم باقتطاعها من طرف واحد دون الرجوع إلى السلطة وتجدر الإشارة إلى أن معظم الاقتطاعات التي تصادرها إسرائيل من مستحقات السلطة تستغل كعقاب لها على قضايا مختلفة كإجبارها على وقف رواتب أسر الشهداء والأسرى ومزيد من التنازلات عن الحقوق الفلسطينية المشكلة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية تكمن في عدم سيطرتها على الموارد الطبيعية لدولة فلسطين أو حتى على المعابر والحدود ما يجعلها تحت رحمة الاحتلال وما يجبه لصالحها من أموال المقاصة نسر سلمي رغم الله الميادين أفاد موقع يدعوت أحرونوت الإسرائيلي بأن المغرب اشترى أسلحة من إسرائيل سرا قبل الصفقة مع وزير الأمن الإسرائيلي بني جانس وبحسب الصحيفة قبل وقت طويل من توقيع جانس في الرباط الأسبوع الحالي على اتفاق تفاهم لتعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل والمغرب أدار البلدان علاقات أمنية بمستويات مختلفة من السرية بما في ذلك صفقات وأسلحة ذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بيان له أنه سينظم بعثة اقتصادية إلى إسرائيل مكونة من سبعين رجل أعمال من مختلف القطاعات العلام الإسرائيلي لفت إلى أن البعثة المغربية ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسرائيل وتأتي هذه الزيارة على هامش إطلاق الخطوط الملكية المغربية خطا جويا مباشرا بين الدار البيضاء وتل أبيب هددت الولايات المتحدة بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل إذا لم تتعاون تعاونا أكبر مع الوكالة الولايات المتحدة قالت في بيان إنه في حال لم يعالج عدم تعاون إيران فورا فلن يكون أمام المجلس خيار سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية قبل نهاية العام للتعامل مع الأزمة وذكر البيان أن واشنطن تشدد على ضرورة يعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ورشة كاراج التي تصنع أجزاء لأجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالوندي امتلاك طهران 30 كيلو جراما من اليورانيوم المخصط بنسبة 60% كامالوندي نفى وجود مواد نووية في منشأة كاراج وأكد أنها لا تخضع لاتفاق الضمانات وأضاف في مقابلة مع تلفزيون الإيراني أن هذه المنشآت تنتج أجهزة طرد مركزي عالية تدقى ومتطورة وهي لا تحتاج إلى إذن من أي منظمة لأن إنتاجها يعد من حقوق إيران وفق المادة الرابعة لمعاهدة لحد من الانتشار النووي أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري عن لقاء ودي جماعه في الكويت مع وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح وأشار في تغريدة عبر تويتر إلى أنه تم الاتفاق على فتح آفاق جديدة في العلاقات بإرادة وجهد من الطرفين ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحلف الإسرائيلي الخليجي ضد إيران تفكك وتبخر وقال موقع إسرائيل هايوم أن من قوض هذا الحلف هو الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته الذين يتعاملان بصورة غير محترمة مع العائلة المالكة السعودية وخلص الموقع إلى أنه لهذا السبب غيرت السعودية والإمارات الوجهة نحو حوار إيجابي مع إيران حذر مركز المصلحة الروسي من أن الإرهابيين في إدلب بسوريا يخزنون حاويات تحتوي على مواد دسامة وقال المركز أن هؤلاء الإرهابيين يعتزمون شن هجمات بأسلحة كيميائية يتهمون بها القوات السورية شاركت سوريا في اجتماعات الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العمومية للإنتربول في اسطنبول بوفد يترأسه مدير إدارة الأمن الجنائي العميد حسين جمعاء وأشارت صفحة وزارة الداخلية السورية في فيسبوك إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة 15 دولة على مستوى وزراء وتسع دول على مستوى نواب وزراء وقد استمرت الاجتماعات ثلاثة أيام إلى العراق حيث أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن رفض نتائج الانتخابات جاء حرصا على المسار الديمقراطي وخلال استقباله ممثلة الأمم المتحدة في العراق جانين بلاسخارت أكد العامري أن ما يهمه هو استقرار العراق الأمني والسياسي مشددا على رفض كل ما يزعزع أو يعرق الاستقرار شهدت منطقة رانيا شمال السليمانية إطلاق نهر وفق ما أفاد به مراسل على خط آخر تستمر الاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد المشهد العراقي في هذا التقرير لعبدالله بدران الجمود سيد الموقف إسرار من المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات على مطالبهم بالعد والفرز اليدوي الشامل إسرار من القوى المتضررة على المطالب ذاتها وإسرار من الفائزين على ضرورة عدم تسيس عمل المفوضية العليا للانتخابات الصدر يعلنها صراحة حتى الآن حكومة الأغلبية هي الهدف الحل الوحيد بإنقاذ العراق أنه يكونون حكومة أغلبية وطنية وأنا أكون معارضة أو أنا أكون حكومة أغلبية وطنية وهم يكونون معارضة أما أن أشترك بخلطة عطار ما أشترك خلطة العطار التي يرفضها الصدر طرحت من أطراف سياسية من دون تبنيها جزءا من حل إشكالية العملية الانتخابية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي العملية السياسية في عراق عملية توافقية لا يمكن لأي طرف أن مهما حصل على المقاعد بالبرلمان أن يشكل حكومة أو يحصل على الملأة السيادية دون موافقة الأطراف الأخرى حراك بغداد يساند حراكا في السليمانية التي تشهد تظاهرات طلبة كليات المدينة ومعاهدها والتي تحولت إلى مواجهات في أقضية رانيا وكلر وسي الصادق تظاهرات طلبة المدينة أظهرت حجم الخلاف السياسي بين جناحي الاتحاد الوطني الكردستاني والتي دفعت بلاهور شيخ جانكي لأصدار بيان حذر فيه من انزلاق الاحتجاجات بعد سلسلة إجراءات وتصعيد أمني في المدينة نطالب أنه واحد يجي يسمع كلامني بس نقول له ما إحنا فلان شي نويد وهذا هو يعني ما يحتاج أنه هم يعملون بالقوة والهسوار وبرغم إعلانات حكومة إقليم كردستان العراق عن وضع حلول سريعة تلبية لمطالب المحتجين لا صدى لذلك فالمطالب امتدت من جامعة المدينة إلى أقضية المحافظة عبدالله بدران بغداد الميادين غيب الموت رئيس تحرير مجلة الأداب اللبنانية والعضوى المؤسسة في حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان سماح إدريس بعد صراع مع المرض إدريس وهو نجل مؤسس الدار الأداب الراحل سهيل إدريس له العديد من الكتب وعرف سماح إدريس بمواقفه المؤيدة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ودفاعه عنها في وجه المطبعين من دول وأنظمة عربية ولم يتوقف عن ذلك حتى في أثناء مرضه قدم سيف الإسلام القذافي طاعنا إلى محكمة سبهة بعد رفض المفوضية العليا للانتخابات ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية وذلك استنادا إلى اتهامه بتهمة جنائية تمنعه من الترشح عضو الفريق السياسي للقذافي أكد أن الطعن قدم بسبب استبعاد القذافي استنادا إلى مادتين لا تنطبقان عليه وأشار إلى قيام مجموعات بالهجوم على المحكمة عقب تقديم الطعن خرجت تظاهرات في عدد من المدن السودانية رفضا للاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك والفريق عبدالفتاح البرهان التظاهرات خرجت في أحياء مدن الخرطوم وأمدرمان وبحري بدعوة من القوى السياسية ولجان المقاومة وحمل فيها المتظاهرون أعلام السودان ولفتات رافضة للانقلاب بدون أي خوة بدون أي خرار لماذا رجعت يا حمدوك الشعب السوداني في الميدان الشعب السوداني ما عاوز برهان الشعب السوداني في الميدان ولازلنا ملتزمين بالسلمية لكن طبعا من المعروف أن جهاز الشرطة يتحول لجهاز قمع في يد جنرالات الجيش وبيقوا بتصرفوا به على هواه يؤمروا بأنه يضرب الرصاص مئتين يضرب بالغاز المسيلي مئتين يعتقل مئتين ونحن متزمين بالسلمية السلمية سلاحنا في الفترة الفاتة الدول حتوصلنا لمبتغانا إن شاء الله القمع اللي بيستخدموه ناس الشرطة هو قمع مفرد وقمع مقصود عشان ما صوت الشارع يوصل أفدى مراثل الميادين في اليمن بشن طائرات التحالفة السعودي عدة غارات على منطقة النهدين جنوبية العاصمة صنعاء وعلى مديرية حيس جنوب الحديدة هذا واستشدى مدنيان وأصيب خمسة آخرون بقصف صاروخي ومدفعي على مديريتين شدى ومنبه الحدوديتين غرب محافظة صعبة السعودية في وضع استماتة من أجل إيجاد مخرج لها من حرب اليمن هذا ما ورد في مجلة The Economist وفي المقال إشارة إلى أن السعوديين يزدادون يأسا لإنهاء الحرب ولو لأسباب تتعلق بمصالح من شخصية فقط فقد تحول اليمن إلى مستنقع بالنسبة إلى المملكة كلفها مليارات لا حصر لها وألحق ضررا بعلاقتها مع شركائها الرئيسيين ولسيما الولايات المتحدة وفي موقع آخر من المقال تقول المجلة إن السعوديين حريصون على تقليص خسائرهم ولكنهم لا يستطيعون إيجاد طريقة للقيام بذلك وهم يتقدمون على الأرض ولكن في اتجاه مختلف ما إن أبدأ الولايات المتحدة والصين وبريطانيا استعدادها للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية حتى دعت منظمة أبك إلى اجتماع عاجل الأربعاء المقبل لبحث تبعات هذا الأمر على سعر الخام وإمكان زيادة الإنتاج لخفض الأسعار عبدالله داهر هو كباش سياسي بعنوان نفطي بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والسعودية ومن خلفها مجموعة أوبك بلاس من جهة أخرى سلاح يشيره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في وجه الرئيس الأمريكي لأهداف وغيات سياسية وملفات تتعلق بالمنطقة في السادس من الشهر الماضي قال الرئيس الأمريكي أن لدى إدارته سبلا أخرى للتعامل مع أسعار النفط المرتفعة حيث قفزت أسعار البنزين في كاليفورنيا إلى مستوى قياسي لم يستسغ بايدن محاولة لي الذراع السعودية فأعلن عن مبادرة كبرى لخفض أسعار النفط من خلال طرح 50 مليون برميل من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية وهي أكبر كمية تسحب على الإطلاق بالتنسيق مع الدول الرئيسية الأخرى المستهلكة للنفط كالهند، اليابان، كوريا الجنوبية وبريطانيا خطوة جاءت بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها أوبك بلاس رفع مستوى الإنتاج وضخ المزيد من الخام لخفض سعر برميل النفط عالميا لكن استعمال الاحتياطي الاستراتيجي النفطي من قبل عدة دول كبرى كالصين والولايات المتحدة وبريطانيا دفع أوبك للإعلان عن اجتماع الإربعاء المقبل يليه اجتماع آخر لأوبك بلاس في أحدث تقاريرها كشفت وكالة بلومبرغ أن ابن سلمان يستخدم النفط سلاحا ضد إدارة بايدن لمآربة وأهداف تتدخل فيها الملفات السياسية من اليمن إلى لبنان والاتفاق النووي مع إيران وغيرها فابن سلمان لم يليم موقفه رغم أن مبعوثي واشنطن حاولوا إقناعه بزيادة الإنتاج وبحسب بلومبرغ فإنه إذا أراد بايدن نفطا رخيصا فإن ما يريده ابن سلمان هو قائمة مطالب من البيت الأبيض أهمها التواصل والتنصيق مع بايدن لكن بلومبرغ تشير إلى ما قاله بايدن الشهر الماضي بأن هناك كثرا في الشرق الأوسط يريدون الحديث معي ولست متأكدا أنني سأتحدث إليهم فيما عد إشارة إلى ابن سلمان وهذا الأخير بدى مأزوما في الفترة الماضية مع تراجع نسبة النمو في الاقتصاد فحاول الاعتماد على الإرادات النفطية لإعادة تذخير أسلحته وتعويض فشل مشروع يوم فابن سلمان يسعى إلى زيادة إرادات الهيئة العامة للاستثمارات من نحو 450 مليار دولار إلى نحو 1000 مليار دولار عام 2025 على خلاف ما اعتدته الرياض من انصياع لإملاءات واشنطن تخرج عن المألوف هذه المرة برفض تعويم النفط في السوق الدولية فما الذي دفع ابن سلمان إلى هذا الخيار غير المأمون العواقب قراءة لمحمد بو عبدالله مخزون استراتيجي نفطي أمريكي مقابل ما قد يبدو للسعوديين قرارا استراتيجيا يتخذه الحاكم الفعلي في الرياض بالإحجام عن ضخ كميات نفط إضافية سبق للسعودية أن فعلت ذلك حربا اقتصادية لمصلحة الأمريكيين واليوم تفعل النقيض تماما بحثا ربما عن اعتراف من بايدن بولي العهد بن سلمان باستلاح أمريكي هي حرب اقتصادية على واشنطن وقد انبرت أقلام صحفية ومعلقون في وسائل إعلام أمريكية يستخدمون ذاك التوصيف للتحدي السعودي النشاز فكيف تجرؤ الرياض على ذلك؟ وهي في عرف العلاقات الدولية تدور في فلك الولايات المتحدة وتنفذ أجندتها في المنطقة لا يقتصر الأمر إذن على تلك الحاجة السياسية الملحة لابن سلمان وريث العرش السعودي كما يطمح منذ سنين بل هي أيضا حاجة المملكة الماسة ماليا بعد تفريغ الخزائن عبثت بتلك الأموال حرب في اليمن لا طائل منها غير استنزاف المملكة وهي أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في القرار السعودي حيث الإنعاش يكون بارتفاع أسعار النفط وما يعزز شراهة المملكة لاستجلاب المال الوفير هو خصخصة قطاعات حكومية بعشرات السفقات فوق المئة أعلنها قريبا وزير المال وبالمزيد منها في السنة المقبلة وما الدافع إلى كل ذلك؟ إنها الخيبة على الأرجح من تعثر مشاريع ابن سلمان وما أكثرها في رؤيته للثلاثين بعد الألفية الثانية وهي رؤية أهملت في الحسبان حربه على اليمن وكان قد مضى عليها عام وقت الإعلان ارتفعت مذاك فاتورة الحرب إلى مئات مليارات الدولارات في تقدير المراقبين للشأن السعودي عن كثب ما أفقدها قدرتها الاستثمارية خارجيا كما أفلسها داخليا وتلك ضريبة سياسة بن سلمانية قد تبدو في نظر البعض متهورة بالنظر إلى مآلاتها وارتدادها سعوديا تتخبط تلك السياسة فتصب الآن في مصلحة دول أجمعة الرياض واشنطن على حربها اقتصاديا بسلاح النفط والتلاعب بأسعاره وهي إيران وروسيا وفينزويلا فهل يدرك بن سلمان معنى أن يكون خصيما لبايدن وهو يرى ردة فعله وقد تكون لها تبعات على العلاقة بين الرياض وواشنطن قد يكون انفراط العقد توقعا مبالغا فيه لكن تطورات المنطقة المتسارعة ستزيد من عبء الخصومة في ظل التحدي السعودي للإدارة الديمقراطية بعد إصرار رئيسها على تجاهل بن سلمان فضلا عن لقائه النشرة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير تفضل والبقاء معنا من جديد أهلا بكم اتهم الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو واشنطن برغبتها في إشعال فتيل الحرب مستخدمة في ذلك أزمة الهجرة لوكاشينكو أشار إلى أن الأمريكيين يفضلون الحرب بأيدي الآخرين وشدد على أنهم يراقبون ويمدون المتحاربين باستلاح بهدف القتل وزعزعة الأمن والاقتصاد لفرض سيطرتهم تحت حجج واهية في موازات ذلك أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسيس تولتنبرغ استعداد الناتو لتقديم الدعم إلى بولندا إذا لزم الأمر وأكد قدرتها حتى الآن على إدارة أزمة تدفق المهاجرين من بلاروسيا من جانبه يقرى الرئيس البولندي أندريا دودا بأن بلاده لا تتعرض لهجوم ولا تواجه تهديدا عسكريا مباشرا وأنه لا مبرر لعقد اجتماع لمجلس الحلف دودا قال أن هناك تنسيقا بلاروسيا بدفع المهاجرين وروسيا بتعزيز الوجود العسكري هذا وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمنا باهضا في حال شنه هجوما جديدا ضد أوكرانيا وضف أن كيف تبذل ما في وسعها لردع الكريملين كما أشار إلى أن من الصعب التكهن بما يفكر فيه بوتين سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في أعداد الإصابات اليومية بكورونا بإحصاء أكثر من ستة وسبعين ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية متجاوزة عتبة المائة ألف حالة وفاة بالفيروس وأصبحت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء هذا الخريف فيما خفض المتحور دلتا من فعالية اللقاحات بنسبة تصل إلى أربعين في المائة وفقا لمنظمة الصحة العالمية المنظمة تخشى تسجيل سبعمائة ألف وفاة إضافية في المنطقة بحلول الربيع وبعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا تجتمع منظمة الصحة العالمية لتقييم خطورتها والتي يخشى أن تكون أسوأ متحور للفيروس مسؤول الصحة العامة في بريطانيا عبروا عن القلق الشديد إذا السلالة الجديدة ولسيما أنها تحتوي على ضعف عدد التحورات في السلالة دلتا ومن بينها تحورات مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن السلالة تحتوي على ما يسمى بروتين سبايك وهو مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صممت لقاحات كوفيد-19 لمقاومته ومعنا من لندن مراسل الميادين موسى سرور موسى أهلا بك إذن بين كون أوروبا تعود لتكون بؤرة الوباء عالميا وانتشار سلالة جديدة من الفيروس في أفريقيا منعت بريطانيا الرحلات من وإلى هذه الدول الأفريقية إذن كيف تتعامل لندن مع هذه الموجة من الوباء المتجدد ولسيما أنها على أبواب موسم العياد نعم بريطانيا يبدو واضحا أنها لا تريد العودة إلى المربع الأول لا تريد أن تكرر الأخطاء التي ارتكبتها في أذار عام 2019 فاتخذت هذه الخطوات الاستباقية كما سمها اليوم صباحا وزير النقل تشابس من أجل تفادي الأخطاء الماضية وبالتالي قرر ابتداء من اليوم عدم استقبال الرحلات أو منع الحلات القادمة من جنوب أفريقيا وبعض الدول الأفريقية التي سماها من أجل عدم انتشار هذا المتحور الجديد الذي ربما قد يطلق عليه بحسب بعض التقارير الإعلامية بحسب ما قد يظهر من اجتماعات منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بحسب بعض التقارير تفيد بأن داونينج ستريت وجميع المواقع الرسمية هنا متخوفة جدا من هذا المتحور لأسباب أنه ربما قد يتجنب اللقاحات وربما أيضا بسبب سرعة انتشاره تقديرات تقول أنه ربما أسرع انتشارا من المتحور دالتا لأجل هذه الأسباب اتخذت الحكومة البريطانية هذه الخطوات نحن نتحدث من بريطانيا الكثير من التحذيرات من العلماء بأن هذا الشتاء ربما قد يتعرض الكثير عشرات الألاف من المواطنين بالإصابات من فيروس كورونا وبالتالي الحكومة لا تريد أن يمارس عليها الضغوط حتى لا تقفل البلاد كما فعلت سابقا هناك الكثير من الضغوط التي تمارس على حكومة بورجونسون من أجل وضع خطوات لإغلاق البلاد حتى لا ينتشر هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة ولكن بسبب الأوضاع الاقتصادية بسبب الأزمات الاقتصادية هناك رفض تام من حكومة بورجونسون لهذا الإجراء نعم مرسل المايدين موسى سرور كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك في جديد تفاعلات مأسات المهاجرين عبر المانش دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرنسا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة لمنع الهجرة غير الشرعية جونسون قال في تغريدة أنه عرض على الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون سرعة التحرك لمنع عبور القناة تجنبا لتكرار المأسات التي حدثت وأوضح أنه حدد خمسة خطوات يجب اتخاذها في محادثاته مع ماكرون منها تسيير دوريات مشتركة ونشر تقنيات أكثر تقدما للمراقبة بينما تجيش أوروبا سياسيا وعسكريا لصد المهاجرين عبر حدود بولندا مع بلاروسيا التي تشهد يوميا وفيات مهاجرين بسبب البرد والمعاناة تحول بحر المانش قبلة مدينة كالي الفرنسي إلى مقبرة لعشرات المهاجرين غارق مركبهم في طريقه إلى بريطانيا التوصيف للمانش إنه مقبرة ابتدعه الرئيس الفرنسي بينما رئيس وزرائه ووزير داخليته كادا يعلنان الحدد وتبار مسؤول الدولة بإطلاق عبارات الأسى والحزن على مأساة المهاجرين حقيقة الأمر إن الضحايا غاملوا بمساعدة مهربين على ركوب أمواج المانش في طقس جليدي ليأسهم من تشريع إقامتهم في فرنسا أو حصولهم على حقوق إنسانية منذ أشهر وهم في خيام مؤقتة في مدينة كالي السحرية ومعرضون لغارات من الشرطة بغية تفكيك مخيمهم ومنعهم من التوجه إلى بريطانيا المهاجرون عالقون بين فكي كماشة وليس أمامهم غير المغامرة عبر المانش حيث الموت بانتظارهم بمساعدة مهربين تطرح الأسئلة حول السهولة التي ينقلون فيها المهاجرين وما إذا كان هناك غض بصر أمني عنهم في فرنسا وشعاراتها عن حقوق الإنسان وحق اللجوء هزة سياسية المعارضة تصف ما جرى في المانش بالعار على فرنسا وأوروبا البعض يحمل بريطانيا المسئولية لإقفالها حدودها منعا لتسرب المهاجر آخرون كوزير الداخلية يلقون بالمسئولية على المهربين وتجار الهجرة ويعدون بملاحقتهم وتدفعهم الثمن وفي مثل هذا الإجراء تتنصل الحكومة الفرنسية من المسئولية وتكتفي بالتقاط جثث الضحايا من مياه البحر بحر تقول الجمعيات العاملة في مجال إنقاذ القوارب المهددة بالغرق إن جهودها تقترب من الانهيار لأسباب اللوجستية وتدهور التقص في المياه شارك الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو في هافانا بصورة مفاجئة في تدشين مركز فيدال كاسترو روز الذي افتتح تكريما للزعيم الكوبي في الذكرى الخامسة لرحيله وحضر حفل التدشين مع مادورو الذي لم يزر كوبا منذ كانون الأول ديسمبر عام 2019 كل من نظيره الكوبي ميجال ديات كانال والرئيس السابق راول كاسترو وبعد حفل الافتتاح الاستثنائي غرد مادورو قائلا إنه خرج بصحبة دوجته سيليا للتجول في مدينة هافانا ومنها توجه بالتحية إلى الشعبين الكوبي والفنزوالي ومعنا من بيروت مديرة الميدين اسبانول وفئة إبراهيم أهلا وسهلا بك أهلا بك مدللات هذه الزيارة المفاجئة لمادورو إلى كوبا ومشاركته في حفل تدشين مركز فيدال كاسترو روز نعم الرئيس مادورو يعني هو الحافظ لإرسل قائد تشافلز هو أيضا يرى في فيدال الأب والمعلم والمرشد لجميع التوار الذين يناضلون من أجل العالم أفضل الرئيس مادورو هو من قال أن فيدال وتشافلز أستسامعا أطر التكامل بين شعوب أمريكا اللاتينية وتركات طريق معبد لشعوب المنطقة وبالتالي يقارن دائما بين القائدين يعني وتاريخ المعادات للأمبريالية ويعتبرهما البوصلة بالنسبة له في عمله في أدائه في عملياته السياسية لذلك كان من الطبيعي جدا أن تتم دعوة الرئيس مادورو لحضور الحفل الرسمي لإفتتاح مركز فيدال كاسترو الذي أقيم ليلة أمس يعني بحضور راول كاسترو والرئيس الكوبي ويجب أن لا ننسى أن فيدال ترك وصية بعرم إطلاق اسمه على أي ساحة أو شارع أو مبنى عام ولا مستشفى ولا مطار ولا أي مكان يحمل اسم فيدال كاسترو في كوبا بناء على وصيته لذلك تم افتتاح هذا المركز وهو مركز لدراسة نتاجه الفكري فقط أيضا لأتى الرئيس مادورو ربما بعد هذا الانتصار والفوز الكاسح الذي حققه الحزب الإشراكي الموحد بانتخابات فنزويلا منذ أيام قليلة هو غرد طبعا شاكرا الدعوة واعتبر أن هذا المركز لدراسة ونصر فكر ونتاج أب الثورة الكوبية وأب الثوار اللاتينين هو أعتبره قائد للكرامة طبعا هي مناسبة لإجراء جولة أفق للتعاون الثنائي بين البلدين وأيضا على مستوى أطر التكامل التي تضم تحت لوائها غالبية بلدان أمريكا اللاتينية يعني هذه العلاقة بين كوبا وفنزويلا وبين الشعبين وبين الثورتين علاقة باتت عضوية يعني وبالتالي من الطبيعي جدا أن نجد مدورو واقفا إلى جانب الكوبيين في اللحظات الجميلة جدا والحزينة جدا نعم وفقة سريعا يعني نحن نتابع الآن مشاهد لجولة مدورو وزوجته في مدينة هافانا بينما كنت تتحدثين كلنا نتابع هذه المشاهد ما رمزية هذه الجولة وهذه المشاهد هو قال في تغريداته الرئيس مدورو فجر اليوم أنه حضر أولا مسرحية أطفال عرضت إرث فدال بمناسبة ذكرى الخمسة الراحلي وقال أشكر بعاطفة عميقة هؤلاء الأطفال أطفال مسرح لكولمينيتا الذين قدموا بأداء رائع هذا العرض للبطولة والشجاعة والإنسانية والثقافة التي زرعها في داري في كوبا الحبيبة حسب قوله ولكن بعد المسرحية أحب أن يجول في سوارع هافانا وفوج أفانا لم يكن يعرف أن هناك تمثال لميراندا وهو قائد تاريخي من عصر سيمون بوليبر يعني قائد فنزولي تاريخي فسجل هذا الفيديو لشعبه والشعب الكوبي قائلا نوع طبيعي جدا أن أثير في هذه السوارع الرائعة الجميلة لمدينة هافانا وأن نجد معالم خاصة بنا وبتاريخنا كبنزوليين هذه العلاقة من يعرف العلاقة بين الشعبين هناك أوجه تشابه كبيرة وكثيرة جدا بين الشعب الفنزولي والشعب الكوبي وتاريخ الشعبين مديرات الميدينة اسبانول وفيقة إبراهيم شكرا جزيلا لك أفرجت الحكومة الباكستانية عن مئة عنصر من حركة طالبان الباكستانية وأسمحت لحركة لبيك بتأسيس حزب سياسي للمشاركة في العملية السياسية تقرير بكر يونس توجهات الحكومة الباكستانية وقراراتها إلى تغير في تعاطيها مع ملف حركة طالبان باكستان فالحكومة أفرجت عن مئة مقاتل من عنصر الحركة أعتقلتهم ضمن حرب داخلية جارية بين الحركة والحكومة إن أحد الأسباب التي دفع باكستان إلى إنشاء حوار وفتح باب مع طالبان باكستان هو وجود طالبان في الحكومة في أفغانستان حيث بات وجودها أمرا واقعا وطالبان في أفغانستان طالبت وتوسطت بين طالبان باكستانية والحكومة الباكستانية على شرط أساسي أن لا تتدخل طالبان في الشأن الداخلي باكستاني وأن تكون هناك أرضية للتفاهم بين الجهتين حركة لبيك التي تطالب باكستان بقطع علاقاتها الدبلماسية مع فرنسا على خلفية الإساءة للرسول محمد هددت بالنزول إلى الشارع لإطاحة الحكومة إلا أن قرارا رسبيا مفاجئا صدر بالإفراج عن زعيم الحركة سعد رضوي والسماح لها بتأسيس حزب سياسي يحق له المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة هناك فئات أكثر بشعة في تعاملها مع باكستان ومواطنيها ولا أظن أن باكستان ستسمح لهذه الفئات أن تكون مشمولة في السياسة المتغيرة الأمر متعلق بمن هو مستعد لتحسين تعامله مع باكستان من دون المساس بسيادتها وسلامة مواطنيها تغيرات كبيرة تشهدها باكستان في استراتيجية التعامل مع الحركات الإسلامية ولا سياماً مسلحة منها والعاملة في باكستان كطالبان الباكستانية التي تنتهي مهلة وقف إطلاق النار بينها وبين الحكومة والجيش الباكستانيين خلال أيام قليلة قابلة للتمديد بحسب مجلس شورى طالبان يرى مراقبون أن تعامل الحكومة الباكستانية بدبلوماسية مع حركات كانت بالأمس القريب تصنف إرهابية سيشكل دعماً لهذه الحركات على ساسة باكستان التنبه لخطرته تحسباً لعواقب التعامل مع جهات قد تعودوا بشكل سريع إلى التعامل بالسلاح بكر يونس إسلام أباد الميادين في حفل تاريخي شهدت مدينة الأقصر بصعيد مصر افتتاح طريق الكباش الذي يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر في احتفالية بعنوان مدينة الأقصر في ثوبها الجديد ويهدف الحفل إلى الترويج للسياحة المصرية وخصوصاً في مدينة الأقصر لإبراز مقاوماتها السياحية وأعلانها متحفاً مفتوحاً خالد أبو عرب تابع حفل الافتتاح وأعد هذا التقرير طريق الكباش أو ما يعرف بطريق المواكب الكبرى يعود إلى النور من جديد منذ 3500 عام في احتفال مهيب في مدينة الأقصر بصعيد مصر احتفال جسد إحياء عيد الأوبيت بتفاصيله كافة كما هو مرسوم على جدران معبد الأقصر وهو أحد الأعياد الفرعونية بمدينة طيبة عاصمة مصر القديمة والأقصر حالياً طريق الكباش الذي يمتد بطول 2700 متر يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر ويضم نحو 1060 تمثالاً على جانبي الطريق ليجعل مدينة الأقصر متحفاً مفتوحاً الطريق ده أو التمثال تم اكتشافه برأس إنسان كان في بداية أمام معبد الأقصر كان يوم 18 مارس سنة 1949 عن طريق أثر مصري ومن ساعتها والمدة أكتر من 70 سنة والأثاريين المصريين بيشتغلوا على هذا الطريق وإلى جانب الموكب الملكي أبحرت ثلاثة قوارب على الطراز الفرعوني من الضفة الشرقية لنهر النيل تجسيداً لتكريم آلهة مدينة الأقصر قديماً بينما تستع أضواء معبد حتش بسوت على الضفة الغربية في مشهد يحاكي الحضارة المصرية القديمة الفعاليات دي بتدخل كل بيت فالناس كلها بتشوف مصر وهي رسالة للأمن والأمان والجو الحلو والأماكن المكشوفة والكنوز اللي عندنا دي هتشجع الناس يجو مرة واثنين وثلاثة إعادة افتتاح طريق الكباش في حفل تاريخي بعد أعمال تطوير امتدت لسنوات طويلة تجعل بحسب الدولة المصرية مدينة الأقصر متحفاً مفتوحاً أمام زوارها في بلد يوظف قطاعه السياحي مليوني شخص ويدر أكثر من عشرة في المئة من إجمالي الناتج القومي افتتاح طريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى هو مرحلة أولى من مراحل تطوير مدينة الأقصر على دفاف نهر النيل خطوة تهدف إلى تحويل المدينة الأثرية العريقة إلى أكبر متحف مفتوح في العالم لنشر تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتنشيط السياحة خالد أبو عرب القاهرة الميادين وأما هذه المشاهد الفرعونية الجميلة نصل إلى الختام وفي تذكير بعنوين النشرة قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات جنوب بيت لحم وجنين وسلوان والفلسطينيون يتصدون لاقتحام مستوطنين قرية جنوب نابلوس الأعلام الإسرائيلية تحدثوا عن تفكك وتبخر الحلف الإسرائيلي الخليجي ضد إيران ويتهم إدارة بايدن بتقويضه الرئيس البلاروسي يتهم واشنطن بمحاولة إشعال حرب لاستعادة الهيمنة على المنطقة وأستالتنبرغ يعلن استعداد الناتو لدعم بولندا إذا لازم الأمر رقم قياسي تسجله ألمانيا 76 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة وتحذير من سلالة جديدة تحتوي ضعف عدد التحورات في سلالة دلتا مادورو يشارك في هافانا في تدشين مركز فيدال كاسترو روز تكريما لزعيم الثورة الكوبية في الذكرى الخامسة لرحيله مدينة الأقصر في ثوبها الجديد عنوان احتفالية في مصر لافتتاح ممر أثري عمره أكثر من 3000 عام لمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا لطيب المتابعة ودائما بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة